فيديو مراقبة من داخل مسرح دمبر الشحير أظهر النائبة الأمريكية الجمهورية لورين وهي تدخن النائبة أنكرت في البداية لكن بالفعل أدارت المسرح اتهمتها بإزعاج الحضور وبالتدخين والغناء وفي النهاية تم طردها أظهر مقطع فيديو سمكة قرش ظلت طريقها وفاجأت رواد شواط شاطئ فلوريدا الأمريكية نشاهد ردود دفاع الذين كانوا متواجدين على الشاطئ وقتها المئات من جماهير كرة القدم في إيران استقبلوا فريق النصر السعودي وكريسيان رونالدو بحفاوة بالغة النادي السعودي كان يزور إيران لخوض مباراته أمام أحد أشهر النوادي المحلية في دور طال آسيا وتجمع جماهير إيران أمام حافلة الفريق والفندق وتعالت الأصوات والهتفات باسم رونالدو كما تم تقديم سجاد إيراني فاخر الأسطورة البرتغالي الذي يزور طهران لأول مرة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك ماسك كان يحمل ابنه الذي أطلق عليه اسم إكس وخلال اللقاء سأل أردوغان إيلون ماسك أين زوجتك ليردى ماسك نحن منفصلان وأنا أعتني بطفلي موسيقى كان هذا كل شيء لليوم لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر